بعد اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين باب الجديد في القدس وإدخال الخوف لسكان حارة النصارى والمست بالرموز الدينية في هذا الحي المؤدي إلى كنيسة القيامة أصدر مجلس الأساقف الكاثوليك في الأرض المقدسة بياناً أدان فيه هذه الهجمات وتصعيد العنف في مدينة القدس وأهاب المجلس بالسلطات السياسية والدينية أن تعمل على إعادة الهدوء إلى المدينة المقدسة داعياً أن تبقى القدس حاضنة للمؤمنين من جميع الأديان وليست رهينة الجماعات المتطرفة